أعزائي المشاهدين من وادي قدرون سنواصل دراستنا في إنجيل متة وفي هذه الحلقة سوف أتحدث عن موضوع الصلاة اخترت هذا المكان كمقدمة لسبب خاص كما ترون من خلف جبل الزيتون الجميل وتوجد كنائس جميلة في هذا الجبل من فوق كنيسة يسوع الباكي في هذا المكان وقف يسوع وبكى ورث حال ورشليم العاصية ثم الكنيسة المذهبة هذه كنيسة مريم المجدلية مريم التي أخرج منها سبع شياطين ثم ترون المكان المحبب على قلب يسوع اللي هو بستان جتسماني لأنه كان يأتي مراراً إلى هذا المكان لكي يختلي بالله ويصلي في هذا الموضع وطبعاً بستان جتسماني في نفس المكان اللي ألقوا القبض على يسوع المسيح ولسبب كثرة شجر الزيتون تسمى معصرة زيت وهنا صلى في هذا البستان وفي هذا المكان قال للتلاميذ من بعد مكان نيام ألم تقدر أن تصهر وتصلي معي ساعة واحدة سنواصل حديثنا في موضوع الصلاة من الجليل سنذهب سوية إلى هنا وما تصليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فما تصليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نية وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم فلا تتشبهوا بهم لأن أباكم يعلموا ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا ترجمة نانسي قنقر واسكب نفسي وكل مالية واخضالي جاي قدامك بركع وجد وأعلي واسكب نفسي وكل مالية واخضالي جاي وبقول لك بارك نفسي وردني لي وانزع كل دل جوايا وملا نبي خلي جمالك الدمعين مش فشلي خلي كلامك يملك يعني مش جهلي خلي جمالك الدمعين مش فشلي خلي كلامك يملك يعني مش جهلي خلي نشوفك وانت شايل نوضى مني انت يا سور يلي بترعى كل وجود في الأيام يلي بترعى كل وجود في الأيام يلي عنك صغران علي ومش بتنا يلي بترعى كل وجود في الأيام يلي عنك صغران علي ومش بتنا يلي سلامك سر سلامي وكل سلام يلي منتك مصدر أمني وكل أمان جايب أدي لك كل شي مسكا دي يا اوه وحدي قلبي واملك كل شي افيا اوه جايب أدي لك كل شي مسكا دي يا اوه من بحيرة طبرية بحيرة الجليل سنواصل دراستنا في إنجيل متى إنجيل يسوع الملك وفي هذه الحلقة سوف نتحدث عن موضوع الصلاة طبعا يسوع هو مثالنا في كل شيء يقول عن الكتاب المقدس كان يقوم في الباكر في الباكر جدا لكي يصلي ويختلي بعلاقة وتواصل وشركة مع الله الآب إذا فعل المسيح هذا الشيء فينبغي علينا أن نفعل هذا الشيء أيضا ولكن بالمسيحية أحبائي الصلاة هي ليست مجرد فريضة أو عمل حسن أو صالح نحاول أن نتقرب به إلى الله كأعمال حسنة أو صدقة لكنها أعظم من هذا الشيء الصلاة هي حديث هي صلة هي علاقة التواصل وتفاعل مع الله تتحدث معه لأنه إله شخصي ليس ببعيد لكنه قريب يسمع لصلواتنا يستجيب لدعائنا يهتم بإحتياجاتنا لأن المسيح يعلمنا عن الصلاة لأن الدافع الأساسي هو المحبة نحن نصلي لأننا نحب الله ونتقرب إليه لأننا نريد أن نعرف أكثر ونحب أكثر ونتعمق به أكثر لأننا نعلم أنه يسدد ويستجيب ويعطي كل احتياج لكن المسيح علم عن الصلاة الحقيقية ويستمر بحديثه في عذته الشهيرة على الجبل قال ومتى صليت فلا تكن كالمرائين وهذا تصريح خطير جدا لمن يصلون عدة مرات في النهار وأقصد الفرسيين المتدينين كانوا يمارسوا فريضة الصلاة عدة مرات في اليوم لكن الله يرى القلب وينظر إلى الداخل يعرف الدوافع أو الني الصحيحة للمصلي لكن المسيح يحذر قائلا ما تصلي فلا تكن كالمرائين وهنا أريد أن أتحدث عن الدوافع الخاطئة لهؤلاء المرائين كلمة مرائي هي باللغة الأصلية تعني ممثل أو الشخص الذي يلعب دورين دور أمام الناس وطبعا في الخفاء له دور آخر كليا لربما أنت أمام الناس تظهر أنك شخص متدين شخص مصلي لكنك في البيت ظالم لزوجتك وأولادك وبعيد كل البعد عن الصلاة ولربما الناس تمدح برك الذاتي وتمدح صلواتك لكن الله عندما ينظر إليك يرى نجاسات كثيرة في داخلك وخفياك هذا والشخص المرائي يعني بلعب دورين أو بمثل بوشين فهذه دوافع خطأ يقول عنهم المسيح عن هؤلاء قائمين أي واقفين في المجامع وأيضا في زوايا الشوارع شو السبب؟ لكي يظهروا للناس يعني هدف صلاة ومش على أنه يحب الرب بدي يتمسك في الرب بدي يتمتع في الرب بدي يكون له شركة حديث صلة يتفاعل يتواصل يسمع صوت الرب لكنه يقف في زوايا الشوارع وقوائم المجامع حتى الناس تشوفه وتمدح ويأخذ مديحه من الناس وليس من الله يقول عنهم المسيح لكي يظهروا للناس ثم يواصل حديثه في نفس هذا الموضوع وعندما نصلي أن لا نكرر لا تكرر الكلام باطلا كالأمم ونحن نعلم في العهد القديم في أيام إلية لما تحدى أنبياء البعل كانوا يكررون الكلام ويصلون ويصلون كل النهار تكرير الكلام لكن هذا الكلام بدون أي تأثير ولا فعلي ولا قوة هذا الكلام عبارة عن حاجة مكتوبة حاجة مدروسة نصلي نفس الصلاة يوميا نفس الصلاة نفس الكلام يقول المسيح لا تكرر الكلام باطلا يعني بدون أي فايدة كالأمم يفكرون بكثرة كلامهم راحين يقنعوا الرب هذه الصلاة عبارة عن رشوة لالله لكن الله يعلم احتياجاتنا قبل أن نسألها ثم نأتي إلى الدوافع الصحيحة وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك أبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك على نية ثم يقول يعلم ما تحتاج وأنه يجازي الذين يطلبونه إن هذه الصلاة هي صلاة القوة عندما تختلي بالله تحصل على القوة عندها تستطيع أن تساعد الآخرين فالصلاة ليست بس صلة أو شركة فالصلاة هي حياة عندما تلتقي بالناس وتصلي معهم توجد قوة في حياتك قوة رحية للتغيير وإجراء المعجزات والآيات توجد شروط للصلاة أحبائي عدة شروط الشرط الأول هو أن نكون بلا خطيئة طاهرين أنقياء مكتوب إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي يا الرب ثانيا ينبغي أن تكون الصلاة بالإيمان ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة لأن المرتاب يشبه موجا تخبطه من الرياح ثم الصلاة ينبغي أن تكون لمجد الله الآب حتى الله يتمجد ثم الصلاة ينبغي أن تكون حسب مشيئته مشيئة الله وليس طلبة آنانية أو رغبة جسدية ثم الصلاة أحبائي ينبغي أن نثبت في المسيح مكتوب إن ثبتتم فيي وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم ثم الصلاة ينبغي أن تكون بالإسم الذي وفوق كل إسم إسم يسوع المسيح بإسم يسوع في شفاء في تغيير في حرية في تحقيق لمقاصد الله ثم حبائي ينبغي أن نطلب ملكوت الله أولا وبره ينبغي أن نتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك ثم ينبغي أن نصلي بالروح هذا معناته أنت في علاقة واتحاد كامل مع الرب سنواصل حديثنا عن الصلاة الربانية من مكان آخر ترجمة نانسي قنقر إنجيل متى يعلمنا أن نصلي حسب خول المسيح اسأله وتعطه اطلبه تجده اقرأه يفتح لكم الصلاة علاقة مع الله الصلاة ليست كلمات تتلى لكنها علاقة حب بين الإنسان وبين ربه في مصر عندنا مثل دارج يقول الرجل تدب محل ما تحب فالذي يحب الله يقصد باب الله يتحدث إلى الله يكلمه لا بتعبيرات محفوظة يتلوها دون تفكير لكن حديث حبي يطيب ساعات بها أخلوا مع الحبيب يجري حديثي معه سرا ولا رقيب هو حديث حبي بين الإنسان وبين الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكتشتركوا في القناة اشتركوا 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 في القناة اعزائي نواصل دراستنا وحديثنا عن موضوع الصلاة من جبل التطويبات هذا الجبل يعتبر جبل مقدس بالنسبة للمسيحيين مكان للصلاة والعبادة هذه الصلاة او هذه الكنيسة اسمها كنيسة التطويبات نسبة الى التمن تطويبات ذكرها المسيح في عذة على الجبل مأخوذة من كلمة طوبة تعني يا لغبطة يا لسعادة او يا لهناء يعتبر هذا الجبل مقدس لانه كان المكان المحبب على قلب الرب يسوع المسيح كان يأتي ليختلي ويصلي الى الله مختليا عن كل الناس بعلاقة وشركة مع الله الآب هذا الجبل طبعا هو جبل مرتفع ارتفاعه 150 متر فوق سطح بحيرة طبرية لكنه ايضا تحت مستوى سطح البحر الابيض المتوسط حوالي 62 متر يقع في الغور الاردن عند بحيرة طبرية البحيرة الجميلة من هذا المكان احبائي علم المسيح نموذج الصلاة الصحيحة جاء التلاميذ وسألوا يسوع المسيح علمنا ان نصلي لليش لانه هي كانت عادة المعلمين ان يعلموا التلاميذ كيفية او نموذج الصلاة لكن لاحظ تعليم يسوع لهذا الصلاة ونموذج هذا الصلاة ليس مأخوذ للتكرار مجرد ان نكرر الكلمات لكنها نموذج رائع لحياتنا ولطريقة الصلاة كيف نصلي الى الله فهذه الصلاة تقول ابانا الذي في السماء ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين لاحظ عندما علم المسيح نموذج هذه الصلاة يبتدئ بالقول ابانا وطبعا هذا تعليم جديد جدا بالنسبة للجماهير يعرفون ان الله هو كلي القدرة كلي الحكمة الله السرمدي الله المتسامي المتعالي جدا لكن كلمة ابانا تعبر عن تخصيص يعني شيء شخصي لحياتنا هذه كلمة مختصرة احبائي لكل الايمان المسيحي هذه الكلمة تقرر علاقتنا بالله تقرر علاقتنا مع انفسنا تقرر علاقتنا مع الاخرين انها نظرة جديدة لله عندما نقول ابانا لا يستطيع ان يقول هذه الكلمة الا الشخص الذي اختبر خلاص المسيح الذي يختبر نعمة المسيح عندها يستطيع ان يصلي الى الله الاب فالله يصبح ابونا ابانا الذي في السموات في السموات تذكرنا بقداسة الله بقوة الله بحضور الله بهيبة الله وبمحبة الله ايضا ليتقدس اسمك عندما نبتدئ ندعو الله ابانا لان الله ليس ببعيد الله محبة الله هو اله شخصي الله روح الله قريب منا يحبنا يسمع لصلاواتنا يستجيب لنا يتفاعل يتفاعل مع طلباتنا لكن ليتقدس اسمك هو ينبغي تقديس اسم الله واني اخاف ان الكثير من المشاهدين الذين يستخدمون اسم الله بدون اي منفعة ببطل ويذكرون هذا الاسم ليس لأي هدف فقط ذكر اسم الله لكن هنا يتحدث عن اسم الله عن عظمة الله يعني اعطاء الله المكان الفريد الذي لا يستحقه لا لمجرد ان تذكر كلمة الله على فمك وان تحلف وان تتكلم عن اسم الله بأي طريقة لا الله قدوس ليتقدس اسمك مخافة الله مهابة الله يحدثنا عن شخص الله صفات الله طبيعة الله المقدس لانه مختلف منفصل هذا يعني اسم وقار اسم يليق بالله هذا يعني اننا نؤمن بوجوده ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك نطلب ملكوت الله اي نتوج المسيح ملكا وربا على حياتنا عندما نكون في ملكوت الله نريد ان نفعل مشيئة الله وان نرضي الله في حياتنا ملكوت الله هو المجتمع الذي تتم فيه مشيئة الله على الارض ثم يأتي الى احتياجاتنا وطلباتنا خبزنا كفافنا اعطنا اليوم الله يهتم باجسادنا الله يعتني بنا يوم بيومه هذا يعلمنا الاعتماد الكل الكامل على نعمة الله خبزنا الحاجات الاساسية للناس كانت الخبز في هذه البلاد واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا لان مش ممكن الله يسمع اذا فيه خطيئة في حياتنا مش ممكن الله يسمع اذا فيه عدم المسامحة نطلب الغفران نتحرر نتطهر من الخطيئة والذنوب حتى نستطيع ان نغفر للاخرين لانه ان لم نغفر لناس الزلات لا يغفر لنا ابونا في السماوات زلاتنا ثم نصلي لا تدخلنا في تجربة لان ابليس يجول يريد ان يبتلع الناس بالمكائد والمصائب والتجارب الكثيرة فنسأل الله من اجل حماية نقول له نجنا من الشرير الذي هو ابليس ثم نرجع نركز على مجد الله لان لك الملك والقوة والمجد تركز على مجد الله وحضور الله هذا هو نموذج الصلاة الرائع وصل من كل قلبي عندما تصلي هذه الصلاة انه بالفعل الله يكون ابوك وانه عارف انه الله بيحبك وبيتفاعل مع صلواتك علمنا كيف نصلي كما علم يحنى ايضا تلاميله متى صليتم فقولوا ابانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطنا كل يوم واغفر لنا خطيانا لاننا نحن ايضا نغفر لكل من يذنب الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتحوا لكم لان كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرعوا يفتحوا له هل تريد ان تصبح ابن للرب؟ هل تريد ان تصبح ابن لله؟ يقول الكتاب وأما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه أي باسم الرب يسوع المسيح آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص عندها تصبح ابن لله وصلي انك تقبل لك يسوع خبرنا اكتب لنا نحب ان نسمع منك الرب إذاكك الحلقة القادمة من برامج انجيل يسوع الملك سوف نتحدث عن شريعة الصوم سعيدنا جدا لمشاهدتك حلقة من حلقات نور الحياة في دورنامجنا اليوم إن كان لديك أي سؤال أو إن كنت تتودى الحصول على المزيد من المعلومات يمكنك أن تكتب إلينا على العنوان التالي لنور الحياة صندوق بريد P.O.Box 30030 تورونتو أونتيريو M6P4J2 كندا يمكنك أيضا الاتصال بنا تلفونيا من جميع أنحاء العالم على الرقم 001905-335-1534 أو اكتب لنا على البريد الإلكتروني info at lfan.com الرجاء أن تذكر عنوان أو موضوع حلقة نور الحياة عند الاتصال بنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر